السلام عليكم هذا مساج لجماعة نداء فضلات بنالية ونداء التجمع وعبير موسى الخيانة العظمى الخيانة العظمى تعرف الخيانة العظمى اللي يخليني واحدة كيف كنتي في المجلس النوب في الشعب التونسي الزوالي والي ربي يعلم بحواله الخيانة العظمى اللي يخرج رئيسك يقول يحكي انا هو المسؤول كبير هو المسؤول كبير فسعب اللي يقوله في الراديو متاع في اسبوك متاعه كيف يسمع خطر شي مسؤول كبير يا خيب ربي يقول لنا نورنا يعني انت رئيس القوات المسلحة التونسية وتجي تخرج هذه تعدات مقلو حتى حد لكن دولة تحترم نفسها وتحترم الشعب متاحها وقانون اللي في العالم المعروف هذه هي الخيانة العظمى شو معناها تحكي انت معناها انتم تلوجوا على المتامرين على أمن الدولة هذه السيد قالها بصراحة قالها وشكون المسؤول كبير قل لي اسنوا المسؤول كبير يا مدام سعيدة غراج ماكتعرف انت ماكتعرف انت ماكتعرف انت ماكتعرف انت لا يقول لك ماكتعرف انت ماكتعرف انت وشبت جمعتنا احنا على فيسبوك عامين حبس و تلعب ترى شعب التونسي اعظم شعب في العالم هو اللي عمله ثورة العالم كامل يطبع ماكتعرف تونس ثورة مصر او ليبيا او الاخرين يقوموا بشكل كماك يظهر! نحن يعطي اقترح احنا حتى جرع و انتم في بيلكم توا خاطر شعب تونسي مسالم و انتم لحب يسحلكم في الشوارع افهمتني او ايه و يقتص منكم بأن بيلكم البلاد على قرنكم عندما انتم صارت المسؤول و كنتم متخبين ومع ذلك في التنقق ومع ذلك في التنقق ومع ذلك ولكن كانت تجاهل ومع ذلك وكانت ترى السياسة ووقتها وضعت 25 كيلو وكانت تنور كلها وفهمتني؟ من هنا اليوم لم تحرم في سيان بن صدرين كانت تترشح للرئاسة من أول إنسان انتخبتها نحن حاجتنا بواحد جيبانا حقنا ليس بيعنا يا أولاد الكلب